صباح الخير كيفكم صديقاتي احبابي طبعا انا كتير كتير اشكركم على تعليقاتكم الفيديو طبعا مبارح طبعا هذا مش كيك طيب هذا بس حبيت اورجيكم اياه قبل ما نزل الفيديو عشان يكون الفيديو اللي نزل يعني كتير قليل الدقائق تبعته هذا مبارح سويته بعد الكريم اللي نزلتلكم اياه هو صابون التقشير للوجه هذا من القهوة طيب وهذه من اللبندر وكتير عطور بعدين احكي لكم عليهم طيب هاي صابونة التقشير تغنيكم عن التقشير البشرة طيب يعني ما راح تحتاجون بعد تقشروا البشرة كتير حلوة يعني هاي القطعة مثلا تقصوها هيك بالنص تسووها قطعة صغيرة وتخلوها تسوو بها تقشير يوميا مثلا الوجهكم هي راح يكون تقشيرها كتير حلو وناعم وسلس على الوجه بالنسبة هاي اللي كبيرة تقدروا تقصوها مينة كمان على مثلا قطعتين وتعملوها للجسم كله هذا كل اللي دا شوفو زي ما حكيت لكم منصابونة واحدة طيب هي يعني تقدروا حتى هيك مثلا عندك صديقة انا حسوي اشكالها كتير احلى لانها هذي مبارح يعني ما كان عندي قوالب والصراحة اليوم هسا طار عشتري قوالب تغلبت من طلعتها يعني تقدرين هي هيك بتلف فيها بورق يعني حلو ملون وهي عندك صديقة عندها ايد ميلاد عندها اي مناسبة تقدرين تعملي الهيه وتوجيها هدية كتير بسيطة وكتير حلوة طيب بالنسبة مبارح كمان سألني كتير بنات على الماسكات بيحكولي طيب انتي تعملينا ماسكين او تلاتة وهاي الماسكات يعني كلها نستعملها مرة واحدة فانا حبيت اجاوبكم انا طبعا هسا صاحية الصبح اليوم ما رايحة على الدوام اطلعوا بتدور جيكم هذا الماسك بعدني انا ما بنزلت لكم يا اكو كتير ماسكات انا بسجلها بس ما نزلها ويكون وقتها متاخر عالتش اسملا لاني بيكون تحت تجربة هذا الماسك كمان بعدني ما بنزلت انا بس انا قاعد استعمله واسوي اورتيكم هذا الماسك طبعا مبارح اللي نزلت لكم اياه طبعا هذا اللي قلت لكم انا اللي اسبوعشا مسويته هذا هو بدي اخلص والبارح اللي سويته خليته بالثلاجة بدي اكمل استعمله هس انا صحيت الصباح وهي فنجان الكافي طيب قاعد اشرب طلعت الماسكات طبعوني رح ابلش بالبيض اخلي ما بياثرا ذني الماسكات اذا خليتون كلهن بيوم واحد يعني ما رح هياثروا ولا حيضروا البشرة بس اللي بشرتها كتير تتحسس تقدر تستعمل ماسكين باليوم خلص انا بالنسبة الي رح استعمل اول اشي بيض بعدين رح استعمل هذا من الشاي الاخضر بيجنن وهذا من ال اظن بالعراق نسميه شواندر اه شواندر اسمي اه هو انا حتى بعمان كنت بعمان انا هم يسمون ما بعرف والله شنو اسمه بعمان بس انا كنت دايما يعني صحلهم علي شواندر حتى يضحكون علي وما بعرف يعرفوا ولا لا المهم هذني ثلاث ماسكات احطهن ابدا ماياثرا على البشرة واشي كلش عادي وما في اي تأثير على البشرة وما بياثر على البشرة نهائي كلها مواد طبيعية مواد من المطبخ تبعتني وما لها اي تأثير كمان عندي هاذ طبعا هذا كريم للقدم عاملته تحت تجربة حتى انت شايفين قاعد اخلي منه طيب سويت واحد الي واحد الصاحبيتي من القرفة كتير حلوك لحد هسا انا قاعد اجرب فيه مش حابة انزله بس اتأكد من عنده رح انزله لهذا الفيديو طيب انا ما حب انزل لكم شي اذا ما تأكد منه هذا يعطي للقدم يعني اللي قدمها خشنة او متشققة بيسكر التشققات ويعطي نعومة واشراقها الى القدم هذا من نسبة شسمة انا حبيت بس احكي لكم هاي الشغلة وبالذات اللي يسئلوني على الماسكات يقولون كيف ماسكين او تلاتة نحط خواتي صدقوني ما بيأثروا كلها مواد طبيعية هي هذي بيض طيب ولبان الذكر مثلا هس هذا اللي عندي انا شايل اخضر ما بيأثر بالاكس مغذي هذا الشواندار كمان ما بيأثر ابت تقدري مثلا انا نوبات بدي اطلع على السرية بدي ساعة ونصف بدي اطلع اخلي هذا عشرين دقيقة خلي هذا عشرين دقيقة اخلي هذا عشرين دقيقة بعدين اغسل واخر سلسناني وما بعرف ايش وارتب واطلع لا قاعدة بالبيت وما بدي اطلع اخلي هذا بعد ساعة اخلي هذا بعد ساعة اخلي هذا ما في اي مشكلة حتى ولو بورا بعض ما رح يأثروا بدك تعطين راحة اعطي راحة مو مشكلة ما بدك تعطين ما رح يأثروا ابت بالاكس كيف احنا نقول زيادة الخير خيرين نفس الجملة انا بحكي لكم ياها ما في اي تأثير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعرف انا حنزلكم ياه على اليوتيوب لان كتير كتير عندي ما داخلين عندي الانستجرام عشان هيك فاتمنى خواتي هذا اخر فيديو يمكن راح اسجلكم ياه تروحون تدخلوا عندي لان كل اشي جديد وهيك سريع راح انزلكم ياه مقاطع من عندي عشان اذا حبي للفيديو بسرعة انزله لا ما علي كثير مشاهدات او كثير طلبات راح اخرى بالاخير اللي علي طلب كثير الانستجرام هو اللي راح ينزل عندي لان انا عندي كثير فيديوات ما منزلتها فهسا راح ابدي انزل كل يوم ياه هيك اللي علي طلبات كثير هو راح ينزل لاني انا كثير متاخرة بالطلبات كثير عندي فيديوات ومدى اقدر انزلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتمنى منعدكم خواتي اتمنى رجاء ان الكل تدخل على انستجرام عشان بنشترك بوصفة واحدة وننزلها فيديو اوكي يلا مع السلامة حميباتي اشتركوا في القناة